السلام عليكم ايه لا بقر عاملين ايه ربكم بخير معاك احمد الله بيقد مصور بخبرة 6 سنين ومن سنتين عملت شفت كارير وبقيت جرافيك زينر كده احنا وصلنا وخلصنا السكريب او عرفنا ان السكريبت بيكتب ازاي طيب السكريبت ده بقى عشان نحوله لفويس او بقى هنعمل ايه انا من دلوقتي مش معايا مسلا مايك مش معايا معدات حديث اعمل ايه وانتقل بساطة بدون هند فريو بدون اي حاجة تقعد في حتة تكون مقفولة عليك كويس حتة ما فياش صادة صوت بالمايك بتاع التليفون العادي جدا هتخش على البرنامج اللي بيسجل في التليفون عندك وتكتب السكريبت خلاص السكريبت يبقى معاك على جوجل دوكس او معاك على واتساب تفتح البرنامج اللي بيسجل تفتح واتساب ويبقى قدامك السكريبت وتبدأ تقرأ طيب غالط مرة تانية تالتة الرابعة مفيش مشكلة طول ما انت عمل بتسجل ونبدأ ايه بقى ننتقل المرحلة التانية اللي هي تعديل الصوت قدل الوقتي خلاص سجلت وخرجت معلف صوتي كويس عايز بقى عديله بحيس انه يتشال منه النيويز اللي كانت فيها لو فيه صوت دوشة حواليها فنرجع بقى نخش على جوجل نكتب ودست دستي هو برنامج تعديل صوتي مجاني نزله بكل شهولة من هنا لما تفتحه هيبقى معاك بالشكل ده هتجيب الفايل بتاعك الصوت وتحطه عليه اقص عايق بالنسبة للناس اللي معاهم ايفونات التسجيل اللي بيطلع من الريكوردر مش بنفع تحط على اداسة هتعمل ايه خش هنا تبكونفيرت تقو امبس ري هتلاقي فيه ويبسايتس كتير شوف اي واحد منهم وبجيب الفايل بتاعك تحطه هنا وتحمل الفايل اللي هو الامبس ري اللي عينزم اصلا الوقت معاك الصوت اه دي كده حاجات ايه بسيطة كده بسيطة كده عاملها عشان تزبط لك الصوت انا مش تخصص الصوتيات يعني فايه الناس اللي تحصصها الصوتيات ما تزعلش من النهاء بكل بساطة لو فيه حاجة مثلا انا سماحها فيها مشكلة مسلا بسيطة حاجة زي مثلا النايز دي شايفيني النايز دي موجاتها صغيرة عين فهنا بنعمل عليها select خش على effect noise noise reduction وهنعمل ايه جيت noise profile كده هنمنخلي البرنامج يتعرف على النايز اللي عندي في الصوت تمام وبعدين بنعمل control ايه select على كل الصوت عندنا نعمل control اخر ويطبق لي noise profile اللي هو اخدها على كل الفايل بداعي وبعدين بقى شوية شوية الحاجة اللي فيها مشكلة بالنسبة لي يعني مسلا انا هنا مسلا عدت الكلام كلام اعمل ايه selecta عليها كده ومجاي عمل backspace يمسح للوزعية دي وهكذا وهكذا طيب ايه تاني ممكن نعمله يعدل من الصوت نعمل control ايه خش على effect amplify وندوس ايه apply amplify دي بيه يخليك الصوت كله tone واحد بيبقى لو فيه وقت الصوت وت فيه او الصوت عليه فيه لا بيهو بيزبطها لك على ايه على tone واحد بس وبمنتغل بسطة نخش على file export audio بنحدد المكان اللي احنا عايزين يبقى فيه audio ونسميه وهنا بنختار الصيغة اللي احنا عايزين نحمله بيها سواء build او amp3 تمام وندوس ايه export كده يبقى النهاردة استفدنا ازاي اسجل السكريبط بصوت كويس واخر حاجة ازاي عدل على ملف الصوت ده عشان يطلع بأحسن جودة استنونا الدرس الجاي هتعلم فيه ازاي نحول السكريبط ده لصور ما تنسوناه بقى من اللايك والشير والكومنت واتنسوناهش من صالح طوعة سلام